التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي ممثلي شركة نيسان مصر لصناعة السيارات بهدف دعم التوسع في التصنيع المحلي ورحب رئيس الوزراء بممثل الشركة مطالما بالتوسع في صناعة السيارات بمصر في ظل تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات والحوافز التي تمت الموافقة عليها وخلال اللقاء عرض العضو المنتدب للشركة استثمارات وخطة شركة نيسان بالسوق المصرية على المدى القصير والمتوسط موضحا أن نيسان مصر تخطط لضخم استثمارات بنحو 55.9 مليون دولار حتى عام 2026 في مختلف الأنشطة لتعزيل تواجدها في السوق المصرية